أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن سيد عبد الحفيز بيطمئن على محمود متولي زي ما حضراتكم عارفين عفوا كابتن محمود متولي موجود في قطر الحقيقة لإستكمال علاجه وكابتن سيد عبد الحفيز النهاردة تطمن على كابتن محمود والحمد لله كل الأمور مشي بشكل جيد النهاردة كان فيه تدريبات متنوعة وتأسيمة مصغرة بين اللاعبين دكتور أحمد أبو عبلا بيكشف أسباب إجراء تحاليل DNA للعابي النادي ده خبر مهم جدا قال الدكتور أحمد أبو عبلا نحن أحدد برنامج الإجراء تحاليل الحمض أناوي DNA لللاعابين بداية من الشهر الجاري وذلك لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية لللاعابين لأطول فترة ممكنة وأوضح أبو عبلا أن التحاليل سيتم إجراءها لللاعابين بشكل تدريجي وذلك للوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد وأشار أن هذه التحليل يتم العمل بها عالميا في كبرى الفرق حول العالم وقام النادي باستخدامها من قبل وتحديدا في 2019 كل لاعب بقى بيتم تحديد متطلباته البدنية من خلال هذا التحليل وبرامج التغذية المحددة له فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج الاستشفاء وعلاج المصابي الأهلي يرسل الملف الطبي لللاعبين للفيفا استعدادا لمونديال الأندية حضراتكم عارفين أن هناك بعض الخطوات التي بيتم اتخاذها دائما ما قبل كأس العالم للأندية منها إرسال الملف الطبي لللاعب النادي الأهلي إلى الفيفا الرابطة النهاردة حددت إقامة مباراة النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي في كأس الرابطة بستاد برج العرب أسوة بما يحدث في مسابقة الدوري الممتاز وتغيير نظام كأس الرابطة في الموسم المقبل أي حاجة الحقيقة فيما يخص الرابطة هنتكلم عنه النهاردة مع رئيس النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة كيروش يطالب بتجديد الإجراءات الاحترازية في المنتخب الوطني طبعا هو خايف أي حاجة تحصل خايف أن حد من اللاعبين يجي له كورونا هو معتمد على مثلا في دماغه تشكيل معين زي ما قلت لحضراتكم التشكيل الأقرب دائما اللي احنا بنتكلم عنه ابقى الشناوي، أكرم، حجازي، الوينش، أحمد أبو الفتوح، حمدي فتحي عمر السلية، عمر السلية تعبان حيبقى حمدي فتحي وإنني وجهة نظر حيكون يا ترزيجي يا زيزو ثم محمد صلاح ومرموش وفي الأمام مصطفى محمد ده الفريق اللي شايفه أن احنا فريق قوي جدا منتخب قوي جدا 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 الحقيقة بهذه الأسماء الكبيرة واللامعة لو كل واحد فيه في مستوى من شاء الله ربنا حكرمنا ونستطيع أن نصل للمباراة النهائية ونفوز بهذه البطولة تعديل موعد سفر المنتخب إلى الكاميرون من الجمعة إلى السبت تمام وطبعا هو تعديل اضطراري وخارج عن إرادة البعثة المصرية لعدم جاهزية مطار المدينة جروة لاستقبال الطائرة الخاصة ببعثة المنتخب يوم الجمعة كما كان مقررا النادي الأهلي يعزي الاتحاد الإفواري في وفاة أسو كونان لاعب النادي الأهلي ولاعب نادي مصر المقصة السابق الذي وفاته المنية اليوم وأيضا تقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب ومحبيه وعبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن حزنه لوفاة اللاعب الذي كان واحدا من اللاعبين المميزين في صفوف النادي الأهلي منذ سنوات طيب دي كانت أخبارنا أخبار البيت الكبير خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة في حوار خاص جدا للبيت الكبير بعد هذا الفاصل